يسبح الله ليسترى ما تبقى له ولعائلته في حياة تحولت إلى مرار ما بعده مرار في جزء من بغداد لا يبدو أن الأحزاب السياسية سامعت به أو شهدت الفقر المعشعش فيه هنا في حي الرسالة الجنوبي لعاصمة بغداد تعيش عشرات العائلات في هياكل إسمنتية غير مكتملة وبيوت من صفيح تريد الحكومة إزالتها دون تأمين بديل للقاطين فيها فضلا عن قطع الكهرباء عنهم أحب الله وكيلك ومحمد كفيلك ذاك أبو المولده قال لي شيروايه لك يابا يمعوّد تستهب ثلاثة أمبيرات العالم ترحم بي نصف تطعي ماكو بحب لا رحمة ولا شرخ والله بالذل والموت أحسن أنا بالنسبة لي عمري 74 سنة عد شهداء الحد الآن لا حقوق لا قاع يعني لطلع قول يطوف لوس وذهب ولتجي طلقات في قلبه يدافع عن العراقية لموصل الحد الآن درهم ما مطيني اتفضلوا إياي وشوفوا اتفضلوا في جولة على هذه المساكن أو أشباه البيوت كما يطلق سكانها عليها يتضح أكثر حجم المعاناة التي يعيشها هؤلاء والمفترض شمولهم بالمساعدات الإنسانية والاجتماعية والصحية يوميا جايتنا وجبة شيلوا زين من يقول لكم تلات أيام من شيل احنا شنو شون نشيل وين نروح وين نقعد وين الإيجارات وين المكانية لعدنا هاي مكانيتنا احنا العنده يأجر أقعد بهذا المطر سؤال يبدو عبثيا في عراق يتربع على مساحة تتجاوز 438 ألف متر مربع تتعثر فيه المشاريع السكنية ومشاريع البنية التحتية ليس لقلة التمويل بل بسبب الفساد الذي تفشى في كل المؤسسات الحكومية التي تديرها أحزاب العملية السياسية تلك التي لطالما وعدت ووعدت بالإصلاح والتغيير والنتيجة دمار وفقر وقائمة أزمات لا تنتهي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر